ما الفرق ما بين project program and project مشروع وبرنامج ومنتج الان سابقا قلنا انه البروجيكت هو مسعى مؤقت الى بداية معينة و الى نهاية معينة حتى ينتج لك فتخدمة معينة او ينتج لك فتسيرفس مجموعة التاسك اللي ضمنها هذه البروجيكت هي اللي راح تحدد لك الزمن الكلية تنفيذ هذا المشروع وبالتالي اصبحت الى نقطة بداية start and finish بنسبة البروجرام البرنامج البرنامج هو يعتبر عندك collection من البروجيكت يعني عندك مجموعة من الكلكشن اللي هي تمثلك مجموعة من الكلكشن من البروجيكت هي اللي راح تعطيك البروجرام اللي هو يعني يكون اما بالنسبة للمنتج فالمنتج هو كأنما شيء يعني يكون عبارة عن بالنسبة يعني يعني حسب السوق لما يكون حسب الطلب المعني الان في السوق فانت راح تنتج فتخدمة او تنتج فتشيء معين منتج معين اه يحتمد اه على الماركت. اذا هذا بشكل عام عندك. يمثلك اه يعني فت مسعى مؤقتة لبداية ونهاية. وبالنسبة للبروغرام هو يمثلك وبالنسبة المنتج اللي هو يعتبر عندك فتشيء حسب الطلب او حسب اللي موجود في اشتركوا في القناة